السلام و مرحبا بكم شعلا الناس كلها تكونوا بخير و لباس رجعت لكم اليوم في فيديو جديد في وصفة جديدة او الحاجة انا اخذينا من وقت ووقت و من صرفي على حبيب مصطفى عليها افضل الصلاة والسلام اليوم كيفما تشوفوا رجعت لكم بوصفة الملاوي اشكل ما يحبش الملاوي وهذا يوقيته بصراحة هو لمحالة الملاوي التونسي ما عندوش وقت معين اما بصراحة في الشتاء عندو بنا خاصة كيفما شفتوا اخذت كمية متاع فارينة تقريبا كيلو هكاكا بش نستعمل السكر و الملح و ننب الماء دافي لمحالة المهم بالنسبة للسكر بش نحط مغارفة سكر بش تحملنا مبعد الكعبات متاع الملاوي كيف من طيبوهم بش تعطيهما كلون الاحمر كيفما تشوفوا و بش نحطوا الملح زاداء تقريبا نصف مغارفة كبيرة كما تلاحظوا نخلطك النواش في هذيك و بعد نبدأ نزيد في الماء بالباهي يعني نزيد بشوي بشوي ونعجل العجينة متاعي بالنسبة للعجينة ما لازم هيش تكون طرية برشة و ما لازم هيش تكون يبسة برشة يعني عادي مثلا كما نعجنو الخبز كما نقولوا العجينة متاع الملاوي لازمنا نعجنوه بطبيعته هي بش ترتاح من بعد زيت تعطينا رطوع في الحلان متاعها الموم نبقى نزيد في الماء بشوي بشوي ونلم العجينة متاعي بعد ما نلمها في الشقالة هذيه من بعد بش نحطها على الرخامة ونعجلها بالباهي بش تسيبك الكلوتين اللي فيها يعني نقولوا نحنا بالعامية متاعنا تسيب العلك متاعها كيف ما تلاحظوا هذي العجينة متاعي جيتني نقولوا نحنا تتلصق شوي يعني طرية شوي هنا بطبيعة بش نعجنوها هكا على الرخامة بطريقة هذيه نعجنو بالمعصم متاعنا مش يعني بالكفوف نعجنو بالمعصم متاعنا كيف ما تلاحظوا و نعجنوها بالباهي بش تسيبك الكلوتين اللي فيها وقلي نعرف هل العجينة متاعي نقولوا نحنا رطبة ولت طرية وفي نفس الوقت ما عادش تتقطع وقتا نحبسوا على العجينة مش نخليها ترتاح شوي بالنسبة العجينة متاعي مش بنقصها ديراك مش خليها ترتاح شوي تقريبا هكا 20 دقيقة عندي قذيات حصيلوا اللم الحوصة في الدار ونبعد نرجع لها يعني ما منيش مزروب عليها هذي العجينة نعجنتها مع حكاية التسعة متاع الصباح بطبيعتي بش نطيبها يعني هذي بش يكلهم ع الساعتين ثلاثة هكاكا يعني في عقل العقلين عجينة ونخليها ترتاح على قد ما تعطينا نتيجة باهية على فكرة رهو الملاوي على قد ما يرتاح على قد ما يعطيكم نتيجة باهية هناك كما تشوفوا العجينة متاعي تلمتلي بالباهي نحاول اللم هكا الأطراف الكل اللمها وبش خليها كما هكا في الشقال نغطيها ونخليها ترتاح وبعد بطبيعة بش نرجع لها خليها ترتاح تقريبا 20 دقيقة كما تشوفوا هذي الملمس متاعها قطرية تولي بش خليها في الشقال نغطيها بالباسيك الغذائي نجدها ترتاح مدة 20 دقيقة و بعد ان نقسمها نغطيها و نجدها ترتاح و تسيب روح تولي اطرام من قبل ترتاحها عبارة عجنة نجدها ترتاح قليلا و بعد ان نقسمها نقسمها بزيت بما ان هي اطرية نقص الكعبر نقص الكعبر كعبرات صغيرين يعني باش يجون اكبر منه بطبيعة الحجم يرجع لكم انتم ما حسب التجين الموجود عندكم نخير ان الكعبات يكونوا صغارة و ناكلوا كعبتين و ثلاثة خير من ناكلوا كعبات كبيرة بصراحة هو بنت وهكا يبدأ صغير و تنجموا خاصة الناس اللي باش تعمل مثلا المليوي المحشي تنجموا تعملوا كعبات كبيرة المهم اللي هنا باش نقصمهم الكعبر هذوك يعني طرف العجنة هذيك بش نقصمها كيف تشوفوا بعد ما دهننا كتبق هذيك بالزيت وبعد ما نقصموها كاملة يعني يحطوها في الطبق كامل بعد نزيد الرش عليها زيت و نعود نخليها ترتاح مرة اخرى باش نزيد نخليها ترتاح 20 دقيقة باش نبعد في الحلين بتاعها تطوعني اكثر ولو العجنة ما تتقطع ليش تو تشوفوا بعد ما نزيد نغطيها 20 دقيقة في الحلين بتاعها تو تشوفوها ما شاء الله تعطي الطعب البيهي و تنجموا راهو المرحلة هذيه تعملوها ديريكت بعد ما تعجنوها خاصة الناس اللي تعجن بالعجنة كيف ما تشوفوا الهني باش ندهنهم بالزيت وبعد نغطيهم بالبابياليمونتير يعني بلاستيك الغذيائي تنجموا راهو الخطوة هذيه يعني نقولوا نحن ترتاح هذيك متاع 20 دقيقة الولانية تنجموا تتخطوها يعني تقصوا العجنة متاعكم يعني تكعبروها وتحطوها ترتاح ديريكت هكا يبقى لكم الاختيار اما المستحسن ان العجنة الملاوي ترتاح خطر كي ترتاح تعطينا نتيجة مخير وتعطينا عجنة مزيانة وما تقطعش المهم اللي هنا باش نغطيهم كيف ما شوفتوا بالبلاستيك الغذائي ونخليهم 20 دقيقة اخرى يرتاحوا ونحلهم ديريكت ونطيب المهم اللي هنا نغطيهم ونحلهم ونحلهم في البلاتو هذيه ومبعد نحل ديريكت ونطيب المهم اللي هنا بعد ما ارتاحوا 20 دقيقة ناخذ بالكعبة بالكعبة كما شفتون هذيه ندير نلقامها بالزيت ونزيد نصوب شوي زيت على الاجنة hithy وكما تلاحظوا بالطريقة هذيه نحلو العجنة بتاعنا شوفوها على العجنة قدش تتوارنا وكديش تتحل وتولي اجود من هكا اذا تعطي لكم العجينة خلال من الجناب مش مشكل خاطر هي العجينة بتبيعتها بشتتطوها مش مشكل تقطيع هذيك تكون في الداخل مش البره المهم الهنا نحاولو نحلو العجينة بتاعنا قد ما نقدره كيف ما تلاحظو الهنا اذا تنجم وتهزوها من الجناب نقولوا نحنا نتنفضوها شوي بش تتحل العجينة تعطيكم الطوع العجينة هذيك تتحل شوفوها كيفاش ولي تعمل فك الفقعات نقولوا نحنا خطر العجينة ارتاح على جد ما لعجينة ترتاح على جد ما تعطيكم الطوع وتحبوا تخلطوا مثلا السميد في الفارينة عادي تخلطوا انا بالنسبة لي متوفر عندي كان الفارينة الوقت هذاك استعملت الفارينة وهما شهيين الملاوي عندهم برش يحبوا هما اللي محالة عندهم الملاوي متاعهم اللي هي سماها الكاتمير هي نفسها الملاوي اما يعملوها عصاج الكبير هذاك اللي نعملو عليه العولة بصراحة قال لي ما سيب عليك ما ننجيبوش على كيلو مش نهبط ونبقى نهبط نعطيها جين لحديد وأصلا نستخفوها هيا هذي الملاوي متاعنا تجينا جي خفيفة خطرها الملاوي متاعهم الاكثرية يعملوها بالزبدة بالنسبة للملاوي أنا بطبيعتي ما نكذبش عليكم الملاوي نحلها بالزيت النباتي خطر هو بيش طيب الملاوي هذيك والزيت يتحرق ماذا به الواحد بالزيت النباتي وأصلا بزيت النباتي تكون خفيفة نجمو تحلو بزيت زيتون نعم فمش حتى مشكل نجمو تحلو بالزبدة كيفما تحبو انتوما. اللي تحبو تحلو به العجين نحلو. المهم انا نستعمل الزيت النباتي. كيفما تشوفو بعد ما نحلوها نزيد الرشة الزيت في وسطها ونطوها بالطريقة هذية. كيفما شفتو نطوها مرتين وبعد نعودوا نطوها مرتين فوق بعضهم. نكمل نحلها كالكونتيتي هذيكا كاملة ونغطاها ونهزل الطبقة متاعي بحد الجاز خطر بش نحط التاجين دي ريكت يسخن وانبعد نبدو نحلو. لها كما شفتو حاط التاجين يسخن وانبعد نحلو فيهم الكعبات متاعلي ملاوي بش نحلو كيفما قلت لكم صغيرين. انا حبيتهم هكا صغيرين بصراحة خير. المهم بش نحل الكعبة متاعلي ملاوي دي ريكت ونحطها في طاجين بطبيعة طاجين لازمو يسخون. اما انا حطيتو على الكنون المتوسط ونقصت فيه الكنون المتوسط بش الكعبات ما يتحارقوا ليش يعني. محلية الكعبة هذيكا كان الكعبة الاخرى طابت يعني بش نرد بالي خطر اذا يبدأ الجاز قوي اذا تحبو طيبو على جاز قوي ماذا بكم واحد المهم كيفما شفتو رش عليها شوية زيت بش تعاود تتحل بالبيهي والزيت هذيكا بعد يعني عاوننا في التطيب بتاعها تتحمر بالبيهي وتكون نحن طرية. على فكرة الملاوي راها وصدقوني كما شفتو في اول الفيديو را هو يجيكم طري ويجيكم حصيلو يجيكم ورقة ورقة يعني نقولو نحن الورقات جويدين كيفما شفتو بعد ما تشيح الورقة بتاعنا مرلوطة نحاولو ندورها يعني كعبة الملاوي بعد ما تشيح مرلوطة ندوروها بش متبسش الكعبة متاع الملاوي تبقى هنا كيفما شفتو نعاود نقلبها كيفما تلاحظو هذي اللون متاعها نحاولو نحمروها من شيرتين ومنخلوهيش تتحرك. اذا تخلوها تتحرك قرائم بعد يبسلكم وديما اي كعبة نطيبها نحطها لهنا كيفما شفتو تحت المنديلة. لهنا هذي بعد ما كملت كيفما شفتو طيبت الملاوي متاعي كامل صدقوني راه وطري على فكرة راي تقريبا نصف الكونتية كاملة مشت يعني يكلوها يكلوا بزيتون وطماطم وهذي الملاوي متاعي كيفما شفتو بعد ما طيبتو كامل حصيلو اعطيتهم اللي كلوه كلوه وهذي بش نقسمو نحطو في صاشيات ونحطو في الكنجلاتور وقت ليشتهوه الملاوي نشبت ديريكت ونسخن في الفور كيفما تلاحظو بش نحل الكعبة هذي بردت شوي كيفما شفوها كيفاش طرية ما تتكسرش ما يسترله حتى شاي بش نحلها نوريها لكم من داخل شوفوها وطرية راه يصدقوني ابنين علا خلانا بطبيعتي لنستعمل فالينة باها كيفما تلاحظو هذي الكعبة الملاوي من داخل كيفما تشوفوها على فكرة راي ونحن في تونس هذي نسموه ملاوي في البلدان المغاربية يعني نقولو نحن المغرب العربي يعني نسموها هذي ثمش كوني يسميها رغايف ثمش كوني يسميها مسمن كلوحد كيفيش يسميها نحن هذي نسموها ملاوي هذي الملاوي متاعنا في تونس المهم كيفما شفتو الورقة تشوفوهم كيفاش جويدين صدقوني وجيبنينا علاخر وجي خفيفة بزيت نباتي ما نحكي لكمش جربوها وعلى ضمانتي زادة المهم هذي الفيديو متاع اليوم وهذي كان توصلت اليوم اللي هي الملاوي التونسي على حق وطريقه وكيفما نقوله على وصوله بطريقة سهلة ومبسطة من غير تعقيد من غير حتى شيء ان شاء الله الفيديو عجبكم استفدتم منه ما تنسوش فضلا وليس امرا تشجعوني بلايك وكمنتر وبطبيعة اذا عجبكم الفيديو استفدتم منه فارتجوه مع الاهل والاحباب بشتعم الفايدة نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفة جديدة وفي امان الله